اليوم سوف نتعرف على طريقة كيف يتحل المشكلة الى تحديد الموجز على تطبيقك الخاص بانتيريس ما عليك ان تقوم بفعلي وضغط على التطبيق والاعدادات هنا يقوم باغيرنا الى هذه القائمة تقوم بنزل الاسفل تد paint business نأتي الى نافذة تطبيقات الخاص بك ثم سوف تقوم بنزل القطة بتطبيقك الخاص بانتيريس تضغط هنا على paint res نأتي الى نافذة معلومات تطبيق تضغط على ايقاف جباري تضغط على الموافق تقوم بنزل الأسفل تضغط على مكان التخصين نأتي إلى نافذة مكان التخصين تضغط على مسح التخزين المؤقت تمام عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالذهب لماتر جوجل تقوم بالبحث عن تطبيقك الخاص بانتريس تجد هناك تحديث تضغط عليه وبعد ذلك سوف تقوم بالدخول لماتر جوجل سوف تجد هناك تحديث تقوم بالضغط عليه وبعدها سوف يتم تحديث التطبيق وحل مشكلتك الخاصة على تطبيقك الخاص وهنا نكون قد انتعينا من هذا الفيديو